السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في كويزين تحية الجزائر قناة ساميرا ديزاد في الفيديو تاليوم ان شاء الله مع حلول الصيف والسخانة هادي جبت لكم مثلاجات ايس كريم بمكوينين فقط صنع منزلي بنين احسن من تاع المحلات اعملتو بثلث ادواق ذوق الشوكولاة ذوق الفرنبواز وذوق الفانيليا نخليكم مع طريق التحضير مشاهدة طيبة للفيديو لجد عندي المقادير التالية عندي زوجكي سانتا كريمة سائلة لاك خامف خاش الكريمة اللي نحبو نطلعوها انشانتي لازم دايمن نخيرو الكريمة يتكون فيها المادة الدسمة من 30% فما فوق يعني هادي المعلومة كنت قلتها لكم من قبل في الفيديوهات السابقة ولكن حبيت نعاودها لكم هاكدا باش تتفكروها هنا عندي كاس كذلك تحليب المركز المحلة اللي ما يحبوش الحلاوة بزاف تقدري تاخدي غير كاس إلا ربع راح نعطروا المثلاجات ديانا بالشوكولا احنا اخدو حوالي زوج مغارف ولا ثلاثة كبارتة الشوكولاة طالي وزوج مغارف كبارتة كاكاو بودرامور وحنا نعطروا كذلك بالفرنبواز مركز تحليب او التوت البري و لافاني لا على بركة الله في طريقة التحذير الاخوات اللي خافوا انه الكريمة ديانا مطلع لهمش مليح خاصة كتكون سخانة من الاحسن تاخد الوعاء يتخلط فيه مع هادو كليدو في ويتة اللي باتوخ تحطهم شويف الموجمد باش يبردوا مليح وثاني الكريمة ديانا السائلة مع الحليب المركز المحلة ضروري تكونوا بزاف بردين هكذا ان شاء الله راح تحصلي على مثلاجات كريمية رائعة في ويعاء راح نحط هادو كزوج كيسان تعلق خانف خاش ورح نبدأ نضرب فيهم بلو باتوخ حتى نشوف هم بداية ضاعف الحجم أديا لهم يعني مشي لازم نطلعوها مليح مليح هنا بالنسبة الكريمة كيما قلت لكم دايما نختار الكريمة اللي فيها المادة الداسيمة او لاماتيا غاس اللي فيها اكثر من 30 بالمئة لانها مخصصة للحلويات وتطلع بكل سهولة لما نشوف الكريمة ديالي بدت تطلع نبدأ نزيد فهذاك الحليب المركز المحلة تدريجيا شوية بشوية مع الخلط المستمر هنا الناس لي ما يحبوش الحلوة بزاف كيما قلت في بداية الفيديو ممكن تأخذي كاس إلا ربع من الحليب المركز بعد ما خلطت الكريمة ديالي مع الحليب رح نقسمهم الى ثلث اجزاء هكذا باش كل جزء راح نعطره هنا عندي الجزء الاول راح نزيد له حوالي زوج مغارف كبار تاع الكاكاو ونزيد له كذلك زوج مغارف كبار تاع الشوكولات الطلي الكاكاو والبودرة المرح يعدل لنا المداق لانه الشوكولات يحلوه والحليب المركز المحلرة حلو ثم نخلطهم جيدا حتى تندمج كل المكونات مع بعض هنا انا لما خلطهم شفت اللون هذك اللي تحصلت عليه شغل بارد بزاف لذلك زيت ملعقة واحد اخرى من الكاكاو والبودرة المر مع ملعقة واحد اخرى من شوكولات الطلي هنا بالنسبة للذوق واللون تريد تحكمي فيهم كما تحبيه ثم نبدأ نخلط فيهم مرة اخرى حتى تندمج كل المكونات مع بعض ثم بعد نحط هاد الخالط في علبة وندخله للثلاجة نروحوا الان مع بعض نعطروا الجزء الثاني من الكريمة انا هنا خيرت نعمل عطر او مركز عطر التوت البري الفرنبواز اللي يعطاني يعني ذوق ولا ارواح المعطرة هاد وطقه وما عندلي بيعوا مواد الحلويات يعمروا لكم قرعب عشرالاف ولا تقدري حتى يعمر لك حتى نسق قرعب خمسالاف هنا عطرتها الفرنبواز يعطاني يعني ذوق رائع في هاد المثلاجة هادوما هنا انتي تتحكمي في اللون والذوق كما تحبيه كما انا هنا كنت تحصلت على اللون فاتح راني زيت شوية منه باش نتحصل على هادك اللون الوردي هنا تحبي تضيفي اللي عندها الفرنبواز فاكيه ممكن تخديها وتقطعها الى قطع صغيرة وتزيديها هنايا اذا كان دلتي عطر الفراولة ممكن كذلك تخدي قطع من الفراولة وتزيديها مع هاد الكريمة هنايا هكذا كرا حتى تحصلي على هاد كلاس في خويته ونحطهم في علبة ونحطهم في المجمد عطرت كذلك الجزء الثالث هادا خيرت اني نعطره بلافاني هنا في المثلاجات ولا في التحليات من الاحسن نستعملوا لافاني اللي تكون سائلة هي اللي تعطينا ذوق مليح ونعود نخلط هكذا حتى تدخل مليح هادك لافاني ثم نفرغ الخالط في علبة بلاستيكية ونغلقها مليح ونحطها في المجمد كل هاد المثلاجات اللي حضرناها مع بعض لازم تبقى في الثلاجة لحوالي أربع ساعات على الأقل بعد ما اللي حضرناهم مع بعض جمدو نحن نحضروا لي كوب دينا اذا هنايا بالنسبة للملعقة هادي تاع الايس كريم الاحسن نشمخوها بشوية تعلمه باش الايس كريم دينا ولا لابول هاديك ما تحصلش في الملعقة هاديك تاع الايس كريم وانا اليوم هاد المثلاجات افضلت اني نقدمهم هاكذا مع البانان مع الموز اللي كنت قطعته هاكذا الى قطع وعصرت عليه شوية قارص باش يبقى محافظ على اللون دياله حطت في الاسفل اونبول تاع المثلاجات بذوق الفانيليا ومن الفوق حطيت تاع ذوق تاع الفرامبواز وذوق الشوكولات ونزينهم بالفوق بسلسة الكرامل ولا سلسة شوكولات زيني يعني باي سلسة تحبيها ونزينهم بالفوق هاكذا بشوية تاع المكسارات انا هناك انا عندي شوية لوز ايفيلي محمص ممكن تحطي كوكا ممكن تحطي اي شي يكون عندك المثلاجات ديالنا في شكلهم نهائي ها هما هنا امامكم وطبعا لازم ندق باش شوفوا المثلاجات ديالنا ستقوني جا كريمي جا القوام تاعو كيمت على المحلات واحسن على الاقل هذا صنع منزلي على بنا كامل بالمكونات اللي فيه خاصا هذا تاع الشوكولات جا من اروع ما يكون جاك شغل معلك بفضل هاديك الشوكولات انت تعطلي ليدرنا هالداخل صدقوني غير تحفى تحفى هاد المثلاجات ان شاء الله تجربوهم وتفرحوا بهم العائلة صغار وكبارك ورايحين يعني تبهروهم بهاد المثلاجات كان هذا هو اذا الفيديو تعالي نهار اليوم اشكركم على حسن المتابعة نلتقي في فيديو اخر والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة